إحنا ليش قاعد نعامل المقيم اللي صار له سنة بالكويت حالة حالة المقيم اللي صار له خمسين سنة بالكويت هذه أنا ما أفهمها على الإطلاق بمعنى هذا المقيم اللي صار له خمسين سنة بالكويت ما لأي امتياز بالكويت عن المقيم اللي صار له سنة ما لأي امتياز على الإطلاق معنى هذا ساهم في تحريك الاقتصاد بوجوده بدولة الكويت لمدة خمسين سنة على الأقل هذا التواجد إذا قلت أنا أن شهريا قاع يصرف 100 دينار فحسبوها عاد نتوع على 50 سنة هذه 100 دينار وأنا أعرف واحد ناس أواجههم سواء كان يشتغل حلاق سواء كان يشتغل خياط ولا أي مهنة ولا أروح في المباركية وتشوفونهم ناس ما يعرفون غير الكويت هذا اللي عايشة 40 أو 50 سنة ما يعرف غير الكويت تقول لها خلاص أرجع ما يعرف غير الكويت فعليا ما يعرف غير الكويت إيه نعم بلد المنشأ أو البلد اللي نولد فيه هو مو الكويت وممكن يكون مولود بالكويت لكن هو مو الكويت جنسيته جنسية دولة أخرى لكن هذا ديرته الكويت مو مطلوب أنه يعطيه جنسية أكيد مو مطلوب واتفهم أنه والله موضوع امتيازات الجنسية لكن على الأقل مجموعة امتيازات تقديرية لتواجده وخدمته في الكويت لهذه المدة سواء نشتغل في القطاع الحكومي ولا القطاع الخاص ولا يكون أعمال الحرة برخصة باسم واحد كويتي فالمسألة والقضية أنه أنا والله بجرة قلم أنه واجهنا كورونا فأنه تركيبة السكانية وواجهنا مشكلة بالجليب وواجهنا مشكلة بالمهبولة والفروانية فخلاص سوف نغير تركيبة السكانية بس مو بهذه الطريقة سوف نغير تركيبة السكانية